بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ازاي وكي سنة ربع عاملين ايه ربو كلوك تكون بخريحة بايبي النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض امتحان على يونتس 1 2 and 3 على الوحدة الاولى والتانية والتالتة وقبل ما نبدأ ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يوصلكو كل جديد ونبدأ على طرق ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اول سؤال عندنا كومبيليت اكمل بنختار الكلمة المناسبة بنكتبها في النقط عندنا دايرك حوار بين A و B ايه بيقول لي بي يعني كيف نزرع طماطم جديدة رد عليه بيقول له يعني بنضع بزور الطماطم فين في التربة الزراعية بعد كده ايه سأل بي سؤال بيقول له ماذا يجب علينا ان نفعل بعد ذلك رد عليه بيقول له يعني يجب عليك ان ترويهم كل يوم بتعود على البزور يعني نروي البزور كل يوم بعد كده ايه سأل بي سؤال تاني بيقول له يعني ماذا تسمى هذه العملية يعني لما بنجيب بزور ونزرعها في الأرض العملية دي بنقول عليها ايه عملية الانباة من اول لما بنضع البزرة في التربة لان دي لما البزرة بتكور وتبقى شجرة طماطم او فروت توميتو سمرة الطماطم بعد كده اكمل الجمل بنانا على الصورة بنكمل الجملة هنا طبعا عندنا في الصورة بطيخة الشكل ده كده الرأتين دي بقى لانجس دي كده العمعاء الغليصة هنشوف الصفحة اللي بعد كده بعد كده بقول لي اقرأ ووصل نمبر ون هتبقى يعني العصارة الهضمية بتهدم الطعام يبقى هنوصل نمبر ون بلتر سي نمبر تو يعني مصر مشهورة بالكتن الخاص بها اللي بتزرعه يبقى هنوصل نمبر تو بلتر دي نمبر ثري دولفينز أرينت يعني الدلفين أرينت إيه طبعا أرينت دينجرس ليست خطيرة نمبر فور قاملز أر بيرفكت أنيمال يعني الجمال حيوانات مناسبة فور ذا ديزارت للصحراء هنوصل نمبر فور بلتر إيه كل الجمل دي بتعتمد على فهم الدروس وحفظ الكلمات حفظني الكلمات وقريتوا الدروس اللي بتمر عليكم في المنهج وترجمتوها صدقوني بتحلوا بكل سهولة بعد كده بقول لي هنا بقى بنقرأ الكطعة وبنستخرج الإجابات من الكطعة بس لازم نقرأ الكطعة الأول ونترجمها علشان نحل صح بقول لي يحبوا أن يشربوا الشاي هل تعرف من أين يأتي الشاي it comes from tea tree يأتي من شجرة الشاي today اليوم most tea معظم الشاي comes from trees يأتي من الأشجار which grow in Asia اللي بنزرحها في أسيا بعد كده farmers plant tea trees يعني الفلاحين بيزرعوا أشجار الشاي on mountains في الجبال and open areas والمناطق المفتوحة يبقى أشجار الشاي بتزرع في mountains الجبال and open areas والمناطق المفتوحة المناطق الوسعة يعني بعد كده when the plantes become taller عندما يعني بعد كده عندما تقبر النباتات وتطول يعني farmers take their leaves and make tea يعني الفلاحون بيأخذوا أوراقها أوراق النباتات and make tea ويصنعوا الشاي بعد كده answer the following quesit chance أجب عنا الأسئلة التالية بنستخرج الإجابة من الكطعة بقول لي where does tea come from لازم تبقى عارفين إنه where معنها أين بتسأل عن المكان معنى كده نحن نستخرج من الكطعة المكان اللي طبعا بيأتي منه الشاي الإجابة it comes from tea tree يعني يأتي من شجرة الشاي يبقى المكان اللي بنجيب منه الشاي هو شجرة الشاي number two what do people in Egypt like to drink يعني الناس في مصر بيحبوا يشربوا إيه زي ما قلنا في الكطعة هنقول they like to drink tea يحبوا أن يشربوا الشاي بعد كده true or false صح أو خطأ number three بيقول لي farmers take the tea trees roots يعني الفلاحين بيأخذوا جزور أشجار الشاي طبعا false هم بيأخذوا leaves الأوراق number two most tea trees grow in أفريكا يعني معظم أشجار الشاي بتزرع في قارة أفريكيا طبعا غلط احنا قلنا إيشا يعني أسيا بعد كده بيقول لي read and complete يعني اقرأ وأكمل هنا بقى بنختار الكلمة المناسبة نكتبها في النقط number one هتبقى قامل they can carry people and things يعني الجمال بتحمل الأشخاص أو الناس يعني والأشياء number two the mouth is the beginning of digestive system يعني الفل هو بداية الجهاز الهضمي هو أول مكون في الجهاز الهضمي number three the large intestine removes the waste يعني الأمعاء الغريزة تزيل الفضرات وتتخلص من الفضلات number four the sunflower is the biggest flower هي أكبر برده number five number five Egyptian cotton is special يعني الكتن المصري مميز نشوف الصفحة البعد كده بعد كده the right answer from a, b, c a, b, or c يعني بنختار الإجابة الصحيحة من الثلاث من الثلاث إجابات اللي تحته كل جملة number one let's have it for lunch ليه هنخترنا have عشان احن قلنا let's أصير بكتراح يأتي بعدها الفعل في المصدر يبقى هنختار have فعل في المصدر number two I think أنا أعتقد caps الأطط are nicer than dogs أنه يعني أجمل من الكلاب أو ألطف من الكلاب هنا طبعا مقارنة من الدرجة الثانية دي صفة قصيرة بنضف لها er وتتبع بكلمة زين وإحنا قلنا أن nice بتنتهي بحرف e فعلشان كده هنضيف r فقط الصفات اللي بتنتهي بحرف e بنضف لها r فقط number three spider or very helpful يعني العنكبوت متعاون جدا أو مفيد جدا number four the helican البجعة eat small fish بتأكل السمك الصغير number five we grow rice in Egypt يعني نحن نزرع الأرس في مصر بعد كده rearrange الترتيب number one تبقى does like crocodiles هل طارق يحب التماسيح number two the phoenix fox needs big ears to hear يعني سعلب الصحراء يحتاج إلى ودان كبيرة لكي يسمع number three burrots are noisier than spiders يعني البغبغانات أكثر ضوضاء من العناكب number four who brought chocolate to Europe who brought chocolate to Europe يعني من أحضر الشوكولاتة إلى أوروبا بعد كده بنكون جمل هنا أول جملة هندخل فيها sunflower عايز أقول مثلا زهرة عباد الشمس جميلة جدا طبعا كلها كلمات نحن حفظينها بنمشي واحد لواحد يبقى the sunflower is very beautiful طيب بعد كده tomatoes عايز أقول أن الطماطم في بوزر بداخلها يبقى tomatoes have seeds inside طيب كلمة roots roots grow under the soil يعني الجزور بتنمو تحت التربة أوراق الشجر the leaves are green يعني لونها أخضر the plantes need water to grow النباتات تحتاج المية لكي تنمو يبقى كده دخلنا كل الكلمات في جمل وكلها جمل سهلة وبسيطة أول حاجة بنكون الجملة بالعربي وبعد كده بنكتبها بالإنجلش علشان تبقى سهلة علينا وبكده يا حباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو أسابكم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته